مبارح تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين الصحي بيتضمن مد خدمات التأمين الصحي لعمال المقاولات وبالتالي أي حد من عمال المقاولات متأمن عليه هيروح لأقرب مكتب تأمينات تابع ليه وهيسدد الاشتراك الشهري بتاع التأمينات اللي هو 140 جنيه وهيسدد كمان 14 جنيه اشتراك للتأمين الصحي ويستلم بطاقة التأمين الصحي من مكتب التأمينات دار الإفتاء المصرية طلعت مبارح بيان أكدت فيه على أن الابتزاز الإلكتروني جريمة ومعصية وكمان كبيرة من الكبائر قالت أن الابتزاز ترويع وظلم للغير والشخص اللي بيبتز غيره واللي كمان بيساعدوا على ده هما الاتنين بيرتكبوا كبيرة ومعصية ويجب على من وقع عليه الابتزاز أن يقاومه ولا يقع فريسة لمن يبتزه وطبعا بيان غاية في الأهمية من دار الإفتاء كده احنا بنقول للناس اللي ممكن تعمل حاجة زي دي كده انت في الدنيا هتتعاقب لأن فيه قانون وفي الآخرة كمان وفقا ليه البيان الأصدارات ودار الإفتاء طبعا احنا عارفين كل الكلام ده لكن فيه ناس بتستنى البيانات أن هي تطلع عشان تعرف حاجة زي دي لكن هو معروف طبعا بالنسبة لكل الناس الجميل في الموضوع كمان أن دار الإفتاء بتقوم بدور مهم جدا كمان بتنصح اللي وقع عليه الابتزاز بأنه يقاوم ده ويفضل صامد وقوي وما يستسلمش وأنه يواجه سواء أنه يعني يمكن كنا نبارح بنتكلم عن البنوتة اللي كانت من محافظة الغربية اللي حصلها ابتزاز إلكتروني وانتحرت في النهاية ربنا يرحمها يا رب ويصبر أهلها كنا بنتكلم عن أن فيه دور للأهل أنه هم يحتووا أبنائهم وفي نفس الوقت هي المفروض تواجه وتتكلم وزي ما كانت كتبة كده في الرسالة لما ميتها مش أنا مش أنا مش أنا تفضل تأكد على أن مش هي فتفضل تباني أن هي قوية لأنها فعلا مش هي وفي نفس الوقت أن هي تواجه الشخص اللي بيقوم بعملية الابتزاز وتكون في منتهى الصمود عشان هو لو شاف أن هي خايفة هيفضل يبتزها وهيفضل يأخذ منها فلوس وهيفضل يعني يعلي في سقف توقعاته في أن يحصل عليها بأكبر مكاسب ممكنة فهي تباني أن هي صمدة وقوية وبصراحة دول مهمة جدا وبان مهمة جدا من دور الإفتاء في هذا التوقع أنا في الحقيقة يعني مش عارفة إزاي حد يقدر أن هو يبقى عنده من يعني القدرة بسميها إيه يا شزلي مش عايزة أقول يعني أنه قادر أن هو يكلم حد ويبتزه وفي الوقت ده يعني أنت بأبسط حاجة رسالة زي ديها وبعد ذلك أنت ممكن تاخدي سكرينشوت تبعتها لما بحث الانترنت المجلس القومي للمرأة بيساعدك عندك كل حاجة وقفه في ظهرك دار الإفتاء دلوقتي لما تجرم هذا العمل ونقول أن هو هتحاسب عليه في الآخر أنت كمان في الدنيا زي ما شازي قالها تتحاسب ماينفعش الناس تبقى خايفة في قانون وأننا لا نعيش في غابة يعني نحن النهاردة لا نعيش أن أي حد يسرقني أو يخطفني أو يقتلني أو يبتزني أو يتحرش أو ما فيش كلام ده نحن في دولة قانون في مباحث الانترنت في مجلس القومي للمرأة عامل هوتلاين دلوقتي ورقم على واتساب وهنقوله تاني لكن ما فيش حاجة اسمها كده يعني ما تخفيش وما تنهيش حياتك خليكي جريئة وقومي مثل هذا الفعل لأنه هو الغلطان مش أنتي ففي الحقيقة يا شازي أنا متفقة جدا معاك أنه الأهل كمان نازم يبقى ليهم دور أنه هما يساعدوا أنه ماينفعش كده الناس يبقى ماشية في الشارع حاسة أنه عندها قوة أنه بس أنه معاه رسالة معينة أو معاه صورة قادرة أنه هو يركبها عشان هو الفوتوشوب الناس كلها قادرة تعمله النهاردة فمش هينفع كل الناس تبقى خايفة من حاجة زي دي أنت تقدري تقاومي مثل هذا الفعل بالقانون في الأخير وبنقول لكل الناس كمان أن الفيديوهات يا جماعة أكيد حضراتكم شفتوا أن الفيديوهات نفسها بتتركب مش الصور فقط يعني وارد أن حد يركب لحد فيديو إيه اللي يزبط صحة الكلام ده من عدمه؟ المختصين بس ده ببساطة فهي زي ما أنت قلت يعني تواجه الرسالة كمان اللي تجالها ما تمسحاش لأن ده دليل الإدانة يعني لما تيجي تقدم بلاغ للمجلس القومي للمرأة أو في مباحث الانترنت بتقدم بإيه؟ إيه الإسناد؟ إيه الدليل على أن فيه ابتزاز أو فيه تحرش أو فيه أي حاجة من الحاجات دي إيه الدليل؟ الرسالة اللي موجودة للأسف بعض الناس بتخاف أن أهليها تشوف حاجة دي فأول ما بيجي لهم رسالة بهذا الشكل على طول بيجروا يمسحوه لا ما تمسحوش الرسالة السكرين شوت ده بقى مهم جدا لأن أنت هتقدم بلاغ بده ده الدليل بتاعه حتى على فكرة لو أكاونت مش حقيقي لو هو عامل أكاونت فيك ما بحث الانترنت بتغيب الأكاونت دي فأنا بقول لأي بنت ما تخفيش أنت قوية وأنت تقدر يتأخذي حاجة بالقانون يعني أنت عندك الدولة دلوقتي بتدعمك في حاجة زي دي ما ينفعش حد يبتزك ما ينفعش حد يخليك تعملي حاجة أنت مش عايزاها لا دين ولا دنيا ولا حد بيقول أن ده ينفع